كانت له قدرة عجيبة على امتصاص شعور الموظف يعني كنت أنا مثلا أدخل عليه وأنا في محبط أو غضبان أو متوتر ولكن بمجرد كلمة أو كلمتين منه يتبدد تتبدد كل هذه المشاعر وأشعر أني أنا يعني لم يعود عندي ما كان عندي من شعور لما دخلت عليه ودخل علينا في الغرفة ونحن نعمل وجد شخص مستلقي ونائم يقوله تركوه لا تصحوه سيبوه ارتاح شوي الأمير سعود الفيصل أقرب ماله إذكرتني قول الفرزدق سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه اثناني حسن الخلق والشياء كان الله يرحم يتعامل مع جميع الموظفين بكل حنية وأحد منهم يمرض أو أحد يتعب أو شيء كان يكلفني شخصيا أني أنا أتابع تحويله من أحد المستشفيات متابعة حالتهم سواء داخل المملكة أو خارجها كان رحم الله إنسان بكل معنى الكلمة وحدثت حادثا في موسكو كان غاضبا على أحد الموظفين لديه في مكتبه فجاء به إلى جناحه في الفندق وقال له غاضبا أين كنت فما كان من ذلك الزميل الموظف إلا أن قال له يا صاحب السمو لقد توفت والدتي أمس فقام الأمير وعانقه وغرور قطعناه بالدموع وكان موقف عاطفي إنساني هو خارج من القصر في ناس يعني على مخرج القصر يوقفون طلباته فكان هو بنفسه يوقف يأخذ منهم ويتكلم معهم فلما يرجع يوجهنا بما قرر لهم أو بالمساعدات اللي حيسوية لهم تسأل للناس في وساطة خارجية تجد في ضعفاء يساعدهم بدون محد يعرض تسأل للناس في وساطة خارجية تجد في ضعفاء تسأل للناس في وساطة خارجية تجد في ضعفاء في وساطة خارجية تجد في ضعفاء